البطل الزائف البطل الزائف أعز ما على المؤمن أعز ما على المؤمن في هذه الحياة الدنيا سلامة دينة والثبات على الإيمان ذلكم الإيمان هو أعظم ما يملكه المؤمن وليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه لعمل فالإيمان هو أحسن الحسنات وخير الخيرات وأربح التجارات وترك الإيمان أشد الخزلان وأشد الخسران الله تبارك وتعالى يقول وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعناهم الله ولهم عذاب مقيم ولا شك ولا ريب أن الأمة تمر الآن بفتن أخبر عنها النبي صلوات رب وتسلمات عليه من أكثر من 1400 سنة يخبر عن هذه الفتن صلوات رب وتسلمات عليه فتن كقطع الليل المصدم كما قال عليه الصلاة والسلام كما في الحياة الصحيحة أنس قال عليه الصلاة والسلام إن من أمام الدجال إن أمام الدجال سنين خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الروايبضة قيل وما الروايبضة يا رسول الله فقال الفويسك وفي رواية الرجل التافي أو رجل السفيه يتكلم في أمر العام أصبحنا في فتن كقطع الليل المظلم فتن أصبح الحليم فيها حيراناً والفتن بنوعيها فتن الشبهات وفتن الشهوات ولكن نرى كثير من الشباب الآن يزعمون ويتوهمون بأنهم سيصمدون أمام هذه الفتنة ونحن نقول أنت لا تأمن على نفسك أمام هذه الفتنة تعرف من بين نوعي الفتن فتن الشبهات والشهوات هي ليه سميت فتن الشبهات؟ ليه؟ هل سألنا نفسنا يوماً ما معنى شبهة؟ يعني ليه شبهة؟ فتن الشهوات سنتحدث عنها بإذن الله تباره وتعالى لكن كلمة شبهة كلمة شبهة لماذا سميت بشبهات؟ لماذا سميت بشبهة؟ لأنها تشتبه بالحق قال عليه الصلاة والسلام فتن كقطع الليل المظلم يصبح رجل مؤمناً ويمسي كافرة ويمسي مؤمناً يصبح كافرة يبيع دينه بعرض من الدنيا نسأل الله السلام والعافية لذلك ما أحوشنا في هذا الزمان التي كثرت في الفتن أن نعتصم بحبل الله تبارك وتعالى أن نعتصم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه ربه وتسلمات عليه فالثبات السبات على الدين السبات السبات على الإيمان تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضل بعد أبدا كتاب الله وسنتي فلن تضل الأمة في هذه الفتن ولن تغلبك هذه الفتن ما دمت متمسك بالرافدين أي النهرين العظيمين الذين هما سر الكوة ونصر التمكين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اسفحوا لي في هذا اللقاء لجعلته تحت عنوان البطل الزائف أن نرحب للمرة الثانية بأخي وحبيل غالي صاحب الإسلوب الدعو المتميز المميز أخي الحبيب دعية الشاب الشيخ إسلام أشرف صوي على السلام شيخ إسلام حياكم الله وبياكم ربنا بيرك في يجوء احفاظك ويردع عنكم أمتعتنا من قبل حينما تحدثنا عن أين الله تبارك وتعالى وعن الإمهال والإهمال بإسلوبك الدعوة أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بيك عينما حللت وحيث مرتحلت شيخ إسلام جايين نهاردة نتكلم عن البطل الزائف خلينا نتكلم بلغة الشباب نحاول نوصل للشباب على الأرض الواقع مش عاوزين يكون في واد وما يمر بيش في واد آخر ده كده من خيانة الأمانة الدعوة التي تأماننا الله تبارك وتعالى عليها من خيانة الأمانة أمانة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى يعني من هذه الخيانة أن الأمة تكون بتمر الفتن ومحن وهنا يتحدث موضوع آخر